السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امي مختار ان شاء الله تكون لكاستي خير انت محرك جولف طروع تربو ديازل تربومسي بريمي المحرك هذا ينقص للزيت وعندي ثاني عندي تري سيتي تا سيارة نقصة مخروبة بزاف اسماء حب نبدل المحرك تربو ديازل 75 شوفو ولا 90 شوفو تديي ولا تديي 110 شوفو قول لي لسوا امتاحهم ولا نخمم ثاني في محرك اسمس اسكون بدلها اسمس خير اسكون نغيرها من مازوت الاسمس خير ولا نخليها مازوت خير قول لي ثاني سوا محركات اسمس شوفو 75 شوفو اسمس 90 شوفو اسمس اسمس اذا سوا معقولة ان شاء الله هنجيو كل تونس قول لي ثاني معهم الكيت اذا بدلت محرك ان شاء الله هنبدل معه كيت تري سيتي الكيت بشحال هذي هي المحرك هذا فيه المحرك هذا التاعي عمي مختار فيه كيلاس وبوات فيتاس تاعلى كاس بوات فيتاس تاعلى كاس ما شاء الله اه مريق لا ما يخصها ولو ولا كيلاس مليحة البومب انجيكسيون مليحة الانترنتور مليحة كيم حواج في الموتور مليحة غيرين قسل الزيت وتربوم سيبريمي قول لي السوم بتاع المحركات و اذا السوم معقولة ان شاء الله نجيو كل تونس نحط لها موتور و قول لي نخليها هاي سمازوت ولا ننغيرها الليسانس مع سعر الكيت الكيت بشحالة جانية الكيت مع الموتور اركنا ننوذ الموتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم واخونا هذا بارك الله فيه وجزائر الله خير هذه فرصة بشي نفهم فيها اختي اللي اللي تبع فيها كل سوى في تونس ولا في جزائر ولا في اي مكان كان راهوا فيما يخص الشراء المحركات اولا نخونا هذي عندو محركة محركة احنا محركة احنا ما نسموهم مش لا خمسة وسبعين لا مية وخمسين ولا مية وعشرة كلنا نسموهم نسموهم ام بوان اف تيربو ولا ام بوان اف عادي ولا ام بوان اف تدي تدي ولا نرمال دي نزال ولا تدي نعطوه الساعة اولا فكرة على الموضوع البيع واشترا في تونس عندنا سخرة ممكن تجي شي اخر عندي انا شخصيا بالنسبة للمحركات انا مش بيع انا Sage بإن اذا نأخذ ني المحرك بالجملة وحينا نأخذ من ها وقام بياني تراثيات ثالث ايد وثاني ايد لاني أنا نشوف تلك اللي كيت عند بيع الجملة حاجة نظيفة وعجبتني نأخذ ما قيتش نمشي ندور على الناس اللي تبيع باليعني كيم نحنا تجار عاديين ونأخذ من عنده وانا نتحمى مسؤولية كاملة متع شراء المحرك ومتع الضمان متع الجارانتي لان علاش؟ لانا كنشري أنا محرك أنا سبعين ثمانين في المية نعرف المحرك هو لوتا وما زال ما في مكانه لوتا العشرين في المية نفهمهم بعد من نركب في مكانه ونخدمه العسرة في المية يبقوا عند صاحب السيارة شهر كامل اللي هو الضمان والتركيب عندي يعني والضمان عندي إنما الأسعار رهي ما نقدرش نعطي الأسعار علاش؟ لأن الأسعار كل سعر في وقته وكل محرك وسعره واخواتنا في الجزائر يعني عندهم حاجة يعني ما فهمتهش أنا يعني عندهم سؤالات يعني أحياناً يحيروك يقول لك معاه الكيت ولا شو الكيت هالي تخصي من ذلك؟ فماش حاجة اسمها كيت رو في المحركات أنت معاه كيت ومعه كيت لا يجيش كيت معاه هو يجي معاه السرسية ومخصوصة وأحياناً يجيبوا معاه الكلكيلاترين الكارتة لكن ما تمشي الأكش على سيارتك أنت لازم تعملها باش من بعد ما لا حاجة أما مشتقي كيت كامل مع الموتور هذا مستحيل يقول لك أنه يحياناً مخصوصة حتى هذا السيد الأخوة الذي عنده القلف يقول لدي الكهرباء ما عندها حتى دخل الكهرباء بالمحركة إذا كانت أنا تناس خيوط المحركة من القلف تروى أربعة أو خمسة خيوط لا يوجد حتى علاقة بالكهرباء يعني عندك معك الزيت والترمبون وممتع الحرارة هذا ما عندك شيء آخر بالنسبة لنا يقول لك كلها تابع السيارة ويقول لك بعد قامت بقى يقول لك يقول لك قد رو قد رو ماشي ما نعرفه حتى اللي يقول لك رو قد رو ماشي حتى يكذب عليك لأنني لم يجيش معها المحركة بعد قامت بقى قامت بقى مبلومبي ولا لا ما نعشش يخذ بها مبلومبي ولا لا بعد قامت بقى جديد ولا لا يعني لين لين يعني تولي ما عشت تقدر تجاوب لماذا لأن المفروض يقول لك يكفي ما عندي ما عندي عندي سعر ما عندي ولا سعر لاني ما نعطيها على الشيب ولا على الشيان رو مستحيل ديما موجودة في الكراسة عند هيكل إذا كان عندنا موجود محرك يا هايكل يعطيك السعر كان مش موجود المحرك رو ما نعطيش وإذا كان تقول لي أنا نحب نجي نركب مثلا أنا جاي أخوي من الجزائر يحب نركب إذا كان أنا عندي وخلطت عليه عندي في المحل أريني يركب لك منفهم أنه يأكل ركب لك وتمشي مروح فرحان وكان أنا ما عنديش يا أما تجي وتستنى لين نجيب لك أنا كان كنت عندك فيها عندك فيها ثيقة بعمل تفهمه طبعا على السعر وكل شيء وكانك أنت جيت لتونس مثلا أنا ما عنديش ولا كذا وحب يتركب عندي غير موجود موجود الناس موجودة مش مشكلة إنما ما تقوليش أنا أنا أحب نجي 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 متور حاضر لا أنا سبق وأنا عملتها ومجوش ومشوه ركبوا في مكان آخر ومساكن يعني عملوا فيهم ما تعملش لكن الله غالب هذاك هو هذاك الموجود ولهذا أنا اللي موجود عندي يقولك تفضل هو موجود عندي سعر وكذا مش موجود تحب تستنى نجيب لك مرحبا تحب تمشي تشوف غيري موجود مكثرة موجود في الساحل موجود في منزل كامل في كل مكان موجود يعني أنا وصل لجوني من منزل كامل أصلا وركبوا عندي يلوجوا على ثيقة وعلى صنعة وعلى كذا لك موضوع أخ يمه ولهذا هذه الحاجات اللي حابت نبلغها لإخواتنا في الززائر ولا حتى في تونس ولا غيرها ما قلت نقولك جيب لي عربون ولا جيب لي سيارتك ومبرشا جابوا لي عربون والله جابوا لي سياراتهم ومشوا فرحاني وحاجة أخرى يقول لك يعني ما نعمل للقديم الغالب القديم هذا كانت تحبي هزو هزو ما انت حر يعني خطر عليش حنا عنا ما نقبلوش القديم القديم خطر عليش يعني هو بشي يعني هو بشي مثلا موتور ما يصلح فيه شيء انت كان يصلح فيه كلاس فما الكلاس اللي نقبلوهم الكلاس الوحيد اللي نقبلوه هو متاع رينو 19 وينو 19 ما هوش ولا بارتناك هو ما جاك يبدل في موتور كان معتها ما عش فيه وإذا كان ما يكونش ستندار ما يشري حد وإذا كان انت جاي مثلا عندك تاكل ماء ممكن يكون كلاس مكسر كيفاش بتحبني نقبلو منك ما نقبلوش حاجتي اللي يعمل على حاجة في القابلان رو ما نقبلوش سواء بالفلوس سواء بلاش يعني عندي محركات المخزن معبي بالمحركات نفرق وإنه مبيعة لمن يوم وفاض ما عاد حتى حد يش المحركات الجديمة بشي ها ولهذا هذا موضوع آخر وفما حال أخر يقول لك أنه هو يعني يحب يبدلها بنزينة أو إيسانس خير ولا لا لا احنا عنا فتونسرة ممنوع ألا بالله بالله يعني بترخيص منها وزارة النقل وبعتلي أنت بتغير من إيسانس المزود طيو يمكن في اللونسيا يمكن طيو في هذي مثلا في القولف ولا كذا يمكن يعني ما يقلقش يعني ما فيش موديفكاستين كبيرة أما يجيني مثلا في محركة ترسون ويت ولا محركة ترسون آن ويقولي يريد أن يريد أن يبدل من كذا كذا لا يمكن ولا يريد أن يبدل من ترسيندا كلا سيندا وفما يقولك من هجل العادي يفوما يقولك من هجل وكل ما نعملوش أنا من من دخلش فيه لأن مشكله كثيرة عندي عملته مرة في الباليو وهي مرمية عندي في الحنو الثو لأن الكاكولاتير لا يجنها الكارتة لا يجنها ولهذا حاجة هذه يزادة كيف كيف يجب أن تنحوها من أفكاركم تحب الجين أن أركب لك أي صنص لا يوجد حتمانة أركب لك في المحركات العادي كما هذا أو شيء في المحركات العادي فقط التي هي بالكربائتر أركب لك ونت تحمل مسيتك في الديوانة وغيرها أنا ليس مشكلة وبعد ذلك نصيحة من عامكم مختار حسب خبرتي وحسب ما نفهم إذا كانت تحب إصانس بيع كرهابتك المزوط فلا يشير إصانس وإذا كانت تحب المزوط بيع كرهابتك إصانس فلا يشير إصانس لا تعمل من تكاسيهم وما تدخل لك بعضها وما تقول تعاني وما تقول أنه ستحكي عليكم لا، أنا نصيحتي لك الذي يحب أن يبدأ الإصانس يمشي يشير كرهاب إصانس ويبيع المزوط والعكس الصحيح إن شاء الله تكونوا فهمتوا بإذن الموضوع وهذه فرصة بها لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة